مصر إجراءاتها مشددة جداً في تسجيل مركبات مكافحة الأفات الزراعية ولازم متأكد من قدرتها على تحقيق الحماية الكاملة للنبات وأنها آمنة تماماً على البيئة تعالوا نقابل المهندسة سوزان عزيز مدير التسجيلات بشركة كورتيفا مصر والشرق الأوسط تسجيل مركب النهاردة في مصر؟ مو سهل، صح ولا لأ؟ أكيد قدنا قواعد مشددة جداً الملف بتاع الزرفك احتوى على إيه؟ أي مركب في مصر علشان يتسجل الملف محتاج أول حاجة أن يكون فيه شهادة تسجيل في بلد المنشأ ويكون فيه الشهادات اللي تثبت التصنيع بتاعته بالإضافة كل الدراسات المطلوبة زي طريقة التحليل زي دراسات السمية زي دراسات المتبقيات بيعني حوالي أكتر من 23 أو 24 آيتم بيكون موجود في الملف وده بيتسلم لوزارة الزراعة وبيتم منقشيته من خلال الدكاترة من معاهد البحثية المختلفة وكليات الزراعة المختلفة نشوف تأثيره على البيئة وتأثيره على الحشرات تأثيره على البناء آدم كل حاجة بالزبط إحنا طبعاً لينا دول مرجعية صح كده مصبوط أمريكا اليابان كندا وغيرها من دول العالم الكبيرة جداً اللي بتعمل الشرطات صعبة جداً لو تقابل فيها المركب إحنا بنقابله مصبوط المركب ده مش وراء عامل الزيانية مصر رجعت لأني دولة مرجعية إحنا بالنسبة للمركب بتاعنا زورفيك إن كانتيا كان المرجعية بتاعته الولايات المتحدة الأمريكية أي مركب بيدخل التجريب في مصر لازم يكشف على المادة الفعالة هل هي متوافقة عليها في إحدى المرجعات الخمسة المرجعات الخمسة دول بيكون واحدة تكفي واحدة تكفي أي مرجعية تكفي بالزبط ممكن يكون المركب دوات متسجل في اليابان أستراليا كندا أو الاتحاد الأوروبي أو أمريكا مجرد إن المادة الفعالة أو تعتبر متوافقة عليها في إحدى المرجعات الخمسة دول بيبتدي التجريب بتاع المراكب اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس تامر فيكتور مدير البحث والتطوير والدعم الفني بشركة كورتيفا في مصر والشرق الأوسط وهيكلمنا عن الجهود العلمية المبزولة لمكافحة مرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم